موسيقى اسم سماحي يسري وزني مية وعشرة طولي مية اتنين وخمسين صنزر بعني من سمنة مفرطة والحاملة اتأخر بسببها والدكتور قال لي لازم اخيص حاولت كثير مع الرجيم ما عرفتش فشلت وشفت دكتور كريم في التلفزيون بالصدفة وشفت الاوزان الكثير اللي عملها والحالات الصحية عشان انا بعاني من جوماتيزم على القلب ومشاكل في الكب وروحت له وطميني وراح اجب حالتي وقف جمدي وان شاء الله هعمل عملية قريب تكميم معدة واشوفكو قريب ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم انا دكتور كريم صبري الحقيقة طبعا احنا النهاردة في مجموعة من العملات كتير جدا فيه تكميمات فيه تحويلات التحويل او التكميم او التحويل والتكميم او تحويل مصاري اللي اسمع عشر هي من ضمن العمليات اللي تهدف الى انقاص الوازن الحياة طبعا واساسة سماح وزنها مئة وثمانية كيلو احنا مش لازم يكون وزننا فوق المئة وستين كيلو فوق المتين كيلو عشان بتريد نعمل العملية لا احنا طبقا للأعراف الطبية كلها ان معامل كل الجسم لو اسامنا طولنا وزننا على طولنا مرتين المفروض يطلع رقم اكتر من خمسة وثلاثين ونكون التاليين نشتاكم من السمنة ساعتها نعمل العملية يعني ربما يكون الواحد وزنه تسعين كيلو طوله مئة وخمسين سنتي ربما يكون واحد وزنه مئة كيلو فما نستناش بقى لحد ما يبقى وزننا يوصل متين كيلو فهنا نهاردة هنوريكم اوزان كتيرة جدا وعمليات كتيرة يعني فرايتس كتيرة جدا لكن احنا ما ننتظرش لحد السمنة ما تتمكن مننا حد ما نكون اصبنا بالضغط اصبنا بالسكر اصبنا بمشاكل في الانجاب اصبنا بمشاكل قد تكون اجتماعية من الدرجة الاولى لكن معظم الاوزان ويمكن فيه احاجات كمان يكون اوزان اقل من كده بكتير ويكون عندهم مشاكل في شغلهم يعني فيه ناس ممكن تترفض من شغلها او تطلق يعني فيه ناس بتجلنا كده فعلا عندهم مشاكل اجتماعية قد تصل الى الطلاق ومشاكل اجتماعية قد تصل الى يعني بيت بيبقى اجتماعيا بيبقى فيه مشكلة عشان كده احنا العمليات انقاص الوازن هي عمليات فعالة بتجرى خلال بالنزار خلال فتحات صغيرة اقامة يوم او اقل من يوم يعني اقل من يوم ان شاء الله بيكون يعني في بيتك بتقعد يومين في البيت وتنزل شغلك عايدة لانها طبعا عمليات بالنزار التكميم المعدة من العمليات السهلة هنتشوفها دلوقتي في العمليات وبعد العمليات هنتمنك عليها ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم انا دكتور كريم صابري انا بس هوريكو خلال فترة قصيرة جدا كيفية التحضير لعملية تكميم المعدة عملية تكميم المعدة هي عملية سهلة الهدف منها انقاص الوازن بتجرب المنزار خلال فتحات صغيرة وهوريكو دلوقتي الالات اللي احنا بنستخدمها لفصل المعدة عن الدهون ويمكن كمان قص الجزء المعدة ويعزلها عن الجزء اللي احنا بنبقيه المسالكات كلها امريكي طبعا احنا بنستخدم دباسات يمكن الحاجات اللي هي في السوق المصري كلها هي دباسات امريكي يا اما كوفيديان او جونسون الدبستين مختلفين عن بعض شوية في التكنولوجي يمكن دباسة جونسون دي الغيرات بتاعتها فيها الوان مختلفة شوية بدستها لك وده يمكن الدبوس اللي احنا بنستخدمه طوله يمكن ستة سمتي ستة سمتي دول احنا بنركب الدبوس بالطريقة دي وبعد الدباسة ما بتدخل التدبس بتدبس وتقص وانشيل ده كمان ونحط واحد تاني طوله برضو ستة سنتي الى ان تنتهي المعدة خلال يعني ممكن تختلف بقى من خمس ستة غيرات او سبع غيرات في بعض الناس اللي هي معدتهم اكبر شوية الدباسة دي كوفيديان هم مفروش عن بعض يعني التكنولوجي بسيط خالص دي برضو بنفس الطريقة هو ده الدبوس بتاعها برضو ستة سنتي بنستخدمه بالطريقة اللي زي دي بنركب الدبوس عادي خالص وبعد برضو ما بيدبس بنطلعه وبنركب واحد تاني فالدباسة قد تستخدم لمجموعة من الدباس اللي هي بتخلص لنا طول المعدة زي ما هنشوف بعد شوية ده جهاز اللي يجي شور ده اللي هو يعني بيفصل الدهون عن المعدة بطريقة امنة ما يكونش فيها اي نوع من النزيف وما يكونش فيها اي نوع من المشاكل طبعا يعني السمنة لابد فيها من استخدام كل المستهلكات الطبية الحديثة اللي هي يمكن احسن حاجة ويمكن اكتر حاجة ابديدت في العالم كل العالم كله بيستخدم نفس التكنولوجي اللي احنا بنستخدمه عشان كده ربنا بوفقنا الحمد لله لأعلى النتائج دي طبعا المعدة اللي احنا بنفصلها عن مجموعة الدهون دي دي طبعا الدهون دي بتبقى متفوتة من عيان لعيان حسب الاوزان ولي طبعا احنا لازم نفصل المعدة عن الدهون عشان بعد كده نفصل المعدة الى جزئين المعدة الجديدة والمعدة المتبقية او دي قبة المعدة وهي ده جسم المعدة ونهاية المعدة اللي هو الانترام كل ده لازم يتشال بالنسبة لقد تصل الى 80% دي الطريقة اللي احنا بنفصل بيها الدهون باستخدام جهاز اللي جشور وده جهاز ما قلنا نوع متطور من اجهزة الكاي اللي هو بيفصل الضهون عن المعدة زي ما احنا شايفين بجده المستيز مفيش اي نزيف مفيش اي مشاكل الامور يعني يمكن بسيطة باستخدام كل التحنيات الحديثة الخطوة التانية من العملية ان احنا بندخل جهاز البوجي اللي هو بياخد حجم المعدة اللي احنا هنسيبه نحط شاشة ونسيبها لنهاية العملية بعد كده بندخل بقى جهاز البوجي اللي هيتم الفصل المعدة اه على المقاس بتاعه زي ما احنا شايفين ان هو واخد حجم المعدة عشان نبقى مطمنين دلوقتي تم عازل الجزء هي دبست وعزلت اه في نفس الوقت ودي التكنولوجي المستخدم في اه فريط اللي هي تكميم المعدة احنا زي ما شوفنا العملية سهلة جدا في خلال عشر دقائق بتم عملية التكميم احنا فصلنا الدهون زي ما ورناكوا عن المعدة بقية المعدة فصلناها عن المعدة التانية اللي احنا هتتبقى وفصلناها باستخدام الدبستات اللي احنا ورناها لكم الدبستات الامريكي بتقص وتلحم في نفس الوقت يعني تقص وتداب بس ثلاث صفوف على اليمين وتلاث صفوف على الشمال بالطريقة اللي احنا شفناها دي دي المعدة اللي هتتشال في المنظر ده هنشالها بنطلعها بتسألونا طبعا احنا بنطلعها ازاي بنطلعها من البرطات اللي هي خلال فتحة الاثنين سمتي بيتم يعني اه تصغير المعدة دي عصراها شوية وبنشفط السواء اللي فيها وبنحاول نطلعها من نفس الورط الصغير عشان ما نعملش فتحات جراحية ماتة بقى من المعدة اللي احنا شايفينه دلوقتي بنعمله اختبار تسريف عشان احنا بنخاف من تسريف في كل عمليات الجراحة فاحنا دلوقتي اه بنحاول نحط الديبيز تحت ضابط جيمد يعني بنحاول نعمل المعدة نخليها عبارة عن بلونة ونشوف احتمالية الديباسات وديبيز دلوقتي واحنا داخل العملية عشان نتفادى اه يعني التسريف اه زي ما احنا شوفنا كده المعدة دلوقتي عاملة زي عبارة عن بلونة يعني لو في اي مشكلة في الديوبيز بتبان دلوقتي لان احنا حطينا تحت بريشر عالي جدا المعدة زي احنا شايفين احنا خدنا وزء كبير جدا من جسم اللي هو نهاية المعدة الأنترم المعدة ستريت زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده ستريت مفيش دبوس طالع ودبوس نازل امورنا كويسة خالص الحمد لله ما فيش اي تسريب مفيش اي نزيف بنطلب من دكتوري التخدير كمان ان هو يعلي البرشر يعلي الضغط شوية عشان لو في نزيف لقدر الله يبقى داخل العملية ونقوم يعني نوقافه اثناء العملية ما نسفش العيان للظروف ما بعد العملية بسم الله الرحمن الرحيم انا اسم سماح يسري عندي 25 سنة ودوني 152 سنة لسه عاملة العملية حالا تكميم مادة مع دكتور كريم صبري وانا كويسة جدا وتمشيت ودخلت الحمام وكله تمام واي حد يا حبيب يعمل العملية ما يخافش ما فيهش خطورة وكله تمام وانا بشكر دكتور كريم صبري انه هو قيب جنبي وساعدني ان انا اعمل العملية ومهما اقول مش هقدر اوصف شكر لدكتور كريم صبري وزي ما كنا مع بعض النهاردة شفنا سماح كانت يعني عملت تكميم مادة هي عملية سهلة بتجرب المنظر خلال فتحات صغيرة هي بقالها فترة قصيرة جدا ما بعد العملية انتبالك قدية تقريبا بقالها ساعتين المفروض بتتمشى دلوقتي بعد الست ساعات بتتشرب ثاني يوم يعني قبل مرور 24 ساعة بتتراوح البيت احنا بنمشيهم على سوائل وزبادي وجيل وعصائر طبيعي بسكر رضايت وعصائر كيور لمدة اسبوع 10 ايام بعد كده العشرين يوم بقية الشهر الاول بنمشى على الاكل يعني يعني يفضل ان هو يكون ممضوع كويس جدا بندلهم تعليمات واضحة جدا ممكن ننزل شغلنا في خلال 3 ايام يعني بكرة تراوح بالسلامة البيت يومين اتنين وتنزل شغلها عادي جدا لو في اي شغل ممكن تسوق تتحرك ممكن تتمارس حياتها بطبيعي عادي جدا في خلال 3 ايام عايز اوصل رسالة اقول ان عمليات السمنة سواء تكميم المعدة زي ما شفتم معنا النهاردة او تحويل المسار او يمكن عمليات اصلاح فاشل جراحات السمنة السابقة كلها جراحات تجرب المنظار هي جراحات امنة زي انتوا من تشوفين جميل جدا يعني الامور عادية جدا مفيش فتح جراحة خالص احنا كل العمليات تجرب المنظار حتى اصعب الحالات في الاوزان الكبيرة زي ما هتشوف بعد شوية كل الحاجات دي بتتعامل بالمنظار الالف فترات صغيرة جدا قد لها تتعدى الساعة من بداية البنجل لنهايته الافاقة وبعد ساعتين زي ما انتوا شايفين الامور سهلة جدا وبنتمنى لكل الناس التوفيق ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم معنا اسم سماح يسري عندي 25 سنة وزني قبل العملية كمية وعشرة في خلال 3 شهور بعد عمل العملية خستيت 25 كيلو فارغ معي كتير في كل حاجة في شكلي وفي لبسي وفي طريتي وفي كل حاجة بقيت اقدر اتحرك بقيت اقدر امشي ومبسوطة جدا بالنتاج دي ومبسوطة جدا باللا انا وصلت له وكان عندي رماتزم على القلب ما بقيتش اشتكي منه ورماتزم على رجلي ما بقيتش اخد البنسلين ولا اي حاجة وبشكر الدكتور كريم انه هو في جنبي وغير حياتي الاحسن ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو اصغر شكليا عشر سنوات ماسي دورو جولد يحتوي على ستة وخمسين عنصر اهمهم الدهب الخام عيار تلاتة وعشرين والكافيار والكولاجان والهايلورانيك اساد والسيرامايد المعروفة بقدرتها على اعادة شباب البشرة ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع انواع البشرة ماسي دورو جولد مناسب لجميع انواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير منتج إيطال الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات من المقرات الاستعادة المنظرات المصرية سوف تبدو صنعاً وصنعاً ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إتلي ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم غاوف ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلاديلفيا فنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب موسيقى موسيقى مساء الخير مساء الفل عليون مشاهدين اتغير مع يومنا حلقة جديدة وعندنا ثلاث فقرات النهاردة فقرتنا الأولى هنتكلم فيها عن حاجة مهمة جدا ومشكلة كبيرة ستات كتير بتعني منها بنات كتير وفيه رجال كتير كمان ناس كتير قوي بتبعث لي بخصوص المشكلة دي فإحنا نهاردة هنتكلم عن حاجة خاصة بالمشكلة دي من الدرجة الأولى هنتكلم عن وايت ويلو اللي بيفتح الأماكن الغمقة في الجسم يعني لو أنت عندك هلات سودة لو أنت عندك نمش لو أنت عندك بقع أثر حبوب أو عندك كلف أو عندك أماكن في جسمك مثلا الـ Under Arms أو الـ Sensitive Area أو الكوع أو الركب أو الحاجات دي كلها فيها غمقان اللي هنتكلم عنه ويلو اللي هنتكلم عنه دلوقتي بيفتح الأماكن دي من الدرجة الأولى فهنعرف معلومات أكتر عنه هنعرف إيه مكوناته ونتيجه بتبان بعد قد إيه بس اسمحولي أرحب بضيوفي الأعزاء اللي معايا في الفقراتي الأولى دكتورة حنان الحسيني المدير الطبي لشركة أول بيوتي أهلا يا دكتورة حنان ودكتورة دينا نجيب المدير التطويري للشركة أول بيوتي أهلا يا دكتورة دينا أهلا يا دكتورة حنان فيه شكاوي كتير قوي وناس كتير كتير يعني عددهم كبير عندنا بيبعتوا وبيقولوا وبيستفسروا يا جماعة إحنا عندنا أماكن غمقة في جسمنا يا جماعة أنا عندي أهلات سودا أنا عندي مش عارفة إيه مشكلة الغمقان دي مشكلة كبيرة جدا و3-4 البنات والستات بتعاني منها أنتوا جايبين النهاردة وهتكلموا عن وايت ويلو وهو لوشن لتفتيح الأماكن دي من الدرجة الأولى نعرف إيه هو وايت ويلو وإزاي بيشتغل على الأماكن الدكنة تمام هو وايت ويلو فعلا هو منتج رقم واحد في التفتيح يا يومنا وايت ويلو فيه بصي خلينا نتفق لأول نعرف مشكلة الغمقان دي بتيجي إزاي التصابغات الجلدية أو البقعة الدكنة الهالات السودا أي منطقة غمقة في الجسم بتبقى نتيجة لزيادة إفراز سبغة الميلانين اللي موجودة في الجلد فلما السبغة دي بتزيد عن مستوها الطبيعي بيظهر الغمقان الغمقان ده بيتمثل زي ما أنت قلت في البقعة الغمقة في التصابغات الجلدية أي منطقة منطقة تحت الإبت أو منطقة السنستيف إريا البكيني عند السيدات أو أي أصار حب شباف في الواجهة برضو أو وهالات سودا كلها نفس السبب فلوشن وايت ولو كل مكونات ويومنا بترجع سبغة الميلانين لمستوها الطبيعي فبيبان التفتيح بيبان قد 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 منطقة بعد فترة من الاستخدام حوالي 3 أسابيع أنا ببقاش بستخدم اللوشن تاني هو اتفتح تماما كل المناطق الغمق عندي اتفتحت لوشن وايت ولو كمان فيه ميزة حلوة جدا أنه غني جدا بفيتامين إي وفيتامين سي وده بيدي نضارة وحيوية للبشر يبقى أنا بعالج التصابغات الجلدية أو الغمقين وكمان بدي نضارة وحيوية للبشر يعني وايت ولو يتحط على أي مكان من الأماكن الدكنة يعمل لها عملية تفتيح للأماكن دي طيب فيه طريقة بقى معينة لاستخدام المنتج ده هو وايت ولو لوشن طبعا هي عملية التفتيح دي بس عايزة أوضح حاجة يومنا أن أنا برجع لون البشرة أو أي جزء من أجزاء الجسم للون الطبيعي تمام؟ عشان بس دي يبقى واضح للمشاهدين يعني واحدة حرقت من الشمس بالزلط واحدة خست ودقوا لونها تغير واحدة مثلا ركابها غمقت مثلا من السجوء من الرقوق من الصد أو كوحة مثلا يعني أكيد كلنا بربقى في أول الحياة ما عندناش المشاكل دي مع الوقت بقى والسن والمشافقي بتظهر المشاكل أكيد فوايت ولو بيرجع الأماكن دي اللي غمقت للونها الطبيعي بالضبط حتى برضو كمان الهالات السودة النمش الكلف وحاجة برضو مهمة جدا جدا قصار حب الشباب لأن احنا بعد الحبوب ما بتختفي بتسيب معاها بقع بنية بسيطة أو صويرة برضو وايت ولو لوشن يقدر يشتغل عليها وايت ولو لوشن أنا بستخدمه مرتين في اليوم الصبح وبالليل يعني إما بحطه على الوجه يعني بالنسبة لمنطقة الوجه يعني إما بحطه على الوش كله يعني إما بحطه على الماكن اللي فيها البقع آه تمام؟ بالنسبة لي مثلا الجسم تحت الإبت أو مثلا على الكوع الركب أو مثلا السنستيف أريا البكيني مثلا فده أنا ببتدي برضو أحطه بكمية مناسبة للحطة دي أو للجزء اللي أنا عايز أفتحه أحط كتير ولا قليل يعني يعني كتير ولا قليل كمية مناسبة كمية مناسبة لك أن تشربت تماما يعني المنطقة أنا حطيت فيها الكريم وتشربت تماما مش فكرة أن أنا أفضل أحط يعني مش بكتره كده أو مش من كتره ومش كل من كتره أن أنا مثلا هخلص العلبة في يوم آه آه بطريقة معينة يعني مثلا ولا عادي هو بيتحط كده هو لوشن فاللوشن بيمتص بسرعة جدا مش محتاج أن أنا أقعد مثلا أدعك كتير هو بمجرد مثلا أنا عندي منطقة غمأة هنا مجرد لما أحطه أول كوع حطيت حبة وخلاص عملتها التدليق بسيط وسبتها وهو هيتشرب معي تماما كمان للناس اللي عندها هنا العقل دي بزرعة منطقة غمأة هنا فبرضو ممكن أستخدمه أي منطقة عندي غمأة في الجسم أو في البشرة حلو جدا أن أنا أستخدم معي تولو لوشن عليها سريع الانتصاص مش هيسيب لي أي أثار دهنانا أو أي أثار زيتية أو أحس أن أنا مش مرتاحة وأنا حطى اللوشن طيب أنا هبدأ أحس بالنتيجة إمتى بشرية هتفتح من إمتى يعني؟ هو المفروض أن هو كورس ثلاث أسابيع فأنا أسبوع بعد أسبوع بيبقى فيه تحسن لحد ما بوصل خالص بعد ثلاث أسابيع البقع ويعني أي بقع غمأة الهالات السودة أثار حب الشباب تختفي معايا تماما فأنت عارفة مشكلة الهالات السودة هي كبيرة جدا جدا وأكتر حاجة بتقرقنا لأنها تبقى فوكسينج على الوش والعين يعني أنت حاجة مركزة تحت عينك وفي وشك فحاجة بتخلينا متضايقين يعني أنا مثلا ليه ألاقي هالات سودة أو أحس أن أنا على طول كمان بتخلي على طول الوش شكله بهتان شكله أن أنا مطفية إنتي ليه تحت عينك أسود كده إنتي ما بتكليش إنتي ليه سايبة نفسك فوقيت ويلو لوش بحلو جدا 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 للهالات السودة لأنه هو بيشتغل على التفتيح من الدرجة الأولى طيب وقيت ويلو يا دكتور حنان مرخص من وزارة الصحة المصرية وهنشوف الترخيص معنا دلوقتي وطبعا أنت بتنصح أي حد أنه ما يستخدمش أي حاجة بدون ما تكون مترخص طبعا أي حاجة مستخدمها على الوش أو على الجسم لازم تبقى مصرحة على الأقل من وزارة الصحة المصرية لأن ده إيجيبشن منستري أوف هلف والتصريح طبعا يتعرض علينا على الشاشة هو مصرح من وزارة الصحة المصرية بأنه من أقوى مستحضرات التجميل في علاج تفتيح البشرة عايز أقولك برضو يا يومنا تعقيبا على كلامك أنه برضو لون الغماءان اللي بيبقى في البشرة بيبقى نتيجة لأشاعة الشمس في ناس كثيرة لما بيبقى شغلها برا البيت بتغمأ بفعل أشاعة الشمس الألترا فيلوت ريز فلوشن وايت ويلو بيدي نتيجة هيلة جدا مع الناس اللي غمأت من الشمس بيرجعهم للونهم الطبيعي كمان نقطة الأصار حب الشباب ساعات بتسيب بقعة دكنة فمع لوشن وايت ويلو بيقدر أنه يعالج أصار حب الشباب اللي هي البقعة الدكنة اللي نتجع عن الحبوب بتاعت الشباب بتوحد لون البشرة كمان لوشن وايت ويلو فيه ميزة مهمة جدا احنا بنسميه منتج التلاتة في واحد ليه؟ لأنه أول حاجة قلنا بيفتح لون البشرة تاني حاجة أنه بيدي نظارة وحياة للبشرة بفعل وجود فيتامين إي و سي موجود فيه تالت حاجة أنه ليه خواص مرتبة حلوة جدا جدا يا يومنا أنه بيقدر أنه يعمل إيمونينت إفكت نتيجة لأنه فيه مجموعة من الزيوت فيه زيت الساليكون، زيت البرافن فيه كمان زيت جنيم الأمح الحاجات دي كلها بترتب البشرة يعني لو عندي تشققات في القدمين، في الكعبين، في الكوع بيقدر أنه يعالجها تماما وده بيبان من أول استخدام تشققات، في ستة كثير قوية عندها موضوع بالضبط، وعايز أقولك بتخلي الواحد ما بيعرفش يلبس أي حاجة مفتوحة في رجلوه وإحنا دخلين تعرفها في فصل الصيف منظر الإيد لما بيقى فيها تشققات بيقى فيها مع غمآم بتبقى مشكلة جمدة جدا فبيقدر أنه يعالجه من أول استخدام يومنا بنحس بتحسن بيعالج التشققات على طول بعد أسبوع بلاحظ من إيدي بقت أو أي تشققات أو أي سكين كراكس موجودة في الجسم بتتعالج تماما بنسبة 100% طيب، في عرض أنتوا عاملينه على وايت ويلو؟ نصبت تقولي للسادة المشاهدين للعرض بتاعكم طبعا وايت ويلو لوشن هو معمول عليه خصم حلو جدا جدا يا يومنا أي حد حابب دلوقتي أنه هو يشتري وايت ويلو لوشن عليه خصم 30% ده طبعا استجابة يعني من كل العمل إن شاء الله يقدروا أنه يستخدموه يجربوه والحمد لله هو الفيد باك بتاعه حلو جدا وخاصة فعلا في موضوع الهالات السوداء اللي احنا تكلمنا عليه من شوية كان نتيجته حلوة جدا جدا وبرضو التشققات التشققات برضو كان نتيجته هيلة فعلا الحمد لله بيستخدم لجميع أنواع البشرة يا دكتورة دينا؟ مزبوط جميع أنواع البشرة البشرة الحساسة البشرة الدهنية البشرة المختلطة العادية أو كمان الجفة كل أنواع البشرة ويت ويلو لوشن بيتعمل عليها لأنه هو لوشن سريع الانتصاص ما بيحصلوش البشرة الدهنية مثلا ما تحسش بأي أثار دهننة بالنسبة للبشرة الحساسة هو معظم الانجريديونس تاعته طبيعية ما فيهاش أي حاجة ما تسببش أي التهابات للبشرة أو أي احمرار بالنسبة للبشرة الجفة هو فيه خواص مرتبة عالية جدا 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 فبيقدر أن أي بشرة جفة تستفيد منها بلاس كمان طبعا فيتامين إي و سي موضوع مهم جدا جدا لأنه بيحسن من الكواليتي بتاعة البشرة بتاعة جميع أجزاء جسمي أن أنا أحس أن أنا جسمي فيه نضارة أن أنا ناعم أنه هو سموزي يعني ما فيش أي زي ما كنا بنقول كراكس أو كده لا يبقى كله زي يعني سموزي حلو جدا المكونات يا دكتورة حنان طبيعية طبعا 100% عشان فيه ناس تحب قوي للحاجة يبقى مكوناتها طبيعية قولنا إيه هي أهم المكونات اللي بتعمل على تفتيح البشرة في لوشن وايت وال تمام أول مكونا عندنا يقومنا هو الليكوريش إكستراكت الليكوريش إكستراكت ده مكونا طبيعي 100% ده اكتشفوا مؤخرا أن مكونا الليكوريش إكستراكت ده بيقدر أنه يرجع زي ما قلنا في أول الحلقة بيرجع سبغة الملانين لمستواها الطبيعي مكون موجود في نبات الفطر أو المشرون فهو بالإضافة لكده أنه طبيعي 100% بيقدر حمد الكوشيك أنه يرجع برضو سبغة الملانين لمستواها الطبيعي فبيحصل التفتيح زي ما قلنا فيه مجموعة من الزيوت أو توليفة متكاملة من الزيوت اللي بتقدر تدي تأثير مرتب زي الساليكون أيل اللي هو زيت الساليكون زيت البرافين وكمان زيت جنين الأمر وما ننساش طبعا وجود فيتامين إي وفيتامين سي اللي تكلمنا عليهم اللي بيدوا النضارة والحيوية فدايما بنقول أنه لوشن وايت ويلو يا جماعة هو منتج التلاتة في واحد أول حاجة بيفتح لون البشرة بيقضي على أي تصبغات جلدية أو أي بقع دكنة بيقضي على الهالات السودة وأثار حب الشباب كمان يه خواص مرتبة لإيموليونت إفاكت يعني بيدي ترتيب في أي تشقوقات عندي أو سكين كراكس زي الموجود في القدمين في الكوع أو في الكعب بتاع الرجل أو في الركب طبعا ويه كمان بنقول إنه بيدي حيوية ونضارة للبشرة بفعل وجود الفيتامين إي وفيتامين سي فأنا كده يومنا بعمل زي حاجة متكاملة أو علاج متكامل لأي دفوع عندي سواء كان غمقان في البشرة أو تشقوقات أو لو أنا حسني فيه شحوف في الوجه فهو فعلا منتج سحري وزي ما قلنا هو حاصل على تصريح وزارة الصحة المصرية ودي طبعا أهم حاجة وحاجة أخيرة بس يومنا إنه هو كمان فيه مادة لها التيتانيوم دايكسايد فدي اللي بتحمينا كمان من أشعة الشمس الضارة فما فيش مشكلة خالص إن أنا أستخدمه الصبح صبح ونخرج في الشمس عادي بالضغط بالعكس أنا كده بحمي نفسي أولا أنا بعالج المناطق الغمقى عندي كمان أنا بحمي نفسي من أشعة الشمس الضارة إن أنا أي مكان تاني يتصاب بغمقان بس فحلو وميكب يعني قادر أستخدمه مع الميكب يعني فيه تعرض بينه بين أي ميكب لا خالص إنتي بتحطي بس بيبقى مثلا قبليه بربع ساعة أو نص ساعة لحسب مدتك المدة اللي إنتي هتنزلي فيها فإنتي قبليها بربع ساعة بتحطي وتستفيدي منه تماما في التفتيح وإنتي تحمي نفسك من أشعة الشمس الضارة فبالتالي تحطي الميكب بشكل يعني هادي جدا وما فيش أي حاجة خالص طيب فيه ناس كتير قوي بتستخدم الطرق التقليدية لإزالة الشعر دي طبعا بيانتوا عنها غمقان دي حاجة معروفة لما تستخدم الطرق التقليدية مع الوقت يحصل طرهولات ويحصل غمقان طبعا كويس بعد لو يعني هيستخدموها يعني مضطرين ينفع يستخدموا ويت ويلو بعدها طبعا هو ويت ويلو لوشن إنتي أدام عندك منطقة غمقة أو عندك إنتي حصل عندك غمقان أو بقعدك هنا نتيجة حاجة معينة تعرضك للشمس عملتي مثلا يعني استخدمتي أي أسليب من أسليب إزالة الشعر البشرة أو كده استخدمتي مثلا المناطق اللي هي الدكنة عندنا دي بتتعرض أكتر للغمقان فإحنا ما فيش مشكلة إن أنا ويت ويلو لوشن أستخدمه لأي منطقة في جسمي سواء في البشرة أو في الجسم إنه هو يفتح لي المنطقة دي تماما ويرجعها لونها الأصلي طيب تاني حاجة هنتكلم عنها يا دكتورة حنان وهو منتج خاص بالسيدات وبالأنسات منتج النسائي وهو نايرينا تقول لنا بقى هو نايرينا عبارة عن إيه وبيعالج إيه بالسقط تمام هو نايرينا في بعض السيدات يومنا بيعانوا من ترهل عضلة المهبل نسيجة لقسرة الولادة الطبيعي لما بتستخدمت بتكون خلفها مرتين أو ثلاثة فبيبع أنها مشكلة في ترهل عضلة المهبل فبنقول إن نايرينا بيقدر إنه يرجع عضلة المهبل لوضعها الطبيعي يعني بيعالج أو بيعمل على شد ترهل عضلة وده بيعتبر من أقوى المستحضرات الموجودة في الماركت طيب الاستخدام بالنسبة للسيدات أعتقد أنه بيكون داخلي وخارجي أما للأنسات فخارجيا فقط بالضبط لأن كمان فيه للأنسات هتقولي لي هما ما عندهم شي موضوع شد ترهل العضلة فبنقول إنه نايرينا برضو من أقوى المنتجات اللي بتعالج البكتيريا والفطريات اللي ممكن تصيب هذه المنطقة زي الكانددا زي الترايكومونس كل الحاجات دي بتسبب التهابات بتسبب حكة بتسبب احمرار بتبقى موجودة في السيدات والأنسات فبنقول إنه منتج من أقوى المنتجات الموجودة تقدر إنها تقتل البكتيريا والفطريات وتقضي عليهم تماما زي الكانددا زي الترايكومونس وتقضي على الالتهابات أو الحكة أو الإحمرار بفعل مادة اسمها الترايكولوزان الترايكولوزان دي مادة معروفة جدا ليها أنتي بكتيريا الانتي فانجل برود سبكترم يعني إيه برود سبكترم يعني هي مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات واسعة المدى واسعة المدى يا يومنا يعني هي مش بتشتغل على نوع واحد من البكتيريا أو نوع واحد من الفطريات بتشتغل على مجال كبير جدا كل أنواع البكتيريا والفتريات فأنا كده بحصن تماما نفسي من مهاجمة أي بكتيريا أو فتريات في هذه المنطقة بالإضافة كمان أن نايرينا بيبقى لي ريحة حلوة جدا فبيحارب لو فيه أي رائحة كريهة في هذه المنطقة فبيقدر أنه يحاربها بفعل لمستخلص الورد والنعناع بيتم استخدامه تركيز يعني بيخفف مثلا نوعرفين الحاجات بيتم تخففها طبعا هو بيتخفف فعلا يا يومنا هو الغطى بتاعنا يرينا بنخففه بـ 200 ملي مية وزي ما قلت بيتم التشتيف به داخلان وخارجان بالنسبة للسيدات المتزوجات بالنسبة للفتيات بيتم به التشتيف خارجيا فقط طيب المكونات كلها مكونات طبيعية مزبوط مكونات كلها طبيعية في عندنا المكون الرقم واحد اللي بيعمل على شد تراهل عضلة المهبل وهو مستخلص الألوفيرا الطبي ده طبيعي مية في المية ده بيغني تماما عن العمليات الجراحية أو الليزر أو الحاجات اللي بتبقى ناتج عنها فلوس كتيرة وبرضو بيبقى فيها يعني إجهاد أو أن انت تنزيل من البيت وتعمل جلسات وكده فده بيديك نفس تأثير العملية وانت قاعدة في البيت في عندنا مادة الترايكروزان زي ما قلنا مضادة للبكتيريا مضادة للفطريات وواسعة المدى ومستخلص الورد والنعناع وده طبعا طبيعي مية في المية طيب مرخص يا دكتورة دينة من وزارة الصحة المصرية مظبوط مظبوط كده فهو أدام مرخص من وزارة الصحة المصرية أي حد يقدر يستخدمه بشكل آمن جدا عايزة بس نوع على حاجة يعني بالنسبة للسيدات الحوامل يفضل أن طبعا التشطيف بس يبقى خارجيا فقط طبعا في عينية خاصة بالضبط بالنسب طيب احنا شوفنا الترخيص معنا على الشاشة كامل طيب العرض برضو شامل العرض الموضوع مظبوط نايرينا أي حد حابب دلوقتي أنه هو يحصل على نايرينا أنه هو هيبقى عليه خاصم 30% وطبعا هو إن شاء الله يستفيد بالعرض لأن فعلا نايرينا مختلف تماما عن باقي الحاجات الموجودة لأنه زي ما قلنا أنه هو بيشد تراهل عضلة المهبل مع أنه هو كمان بيقديلي على كل أنواع البكتيريا والفطريات اللي ممكن بتسبب الحكة والهرش طيب إذن احنا تكلمنا النهاردة عن حاجتين من مقدمين من أول بيوتي والتنين عليهم خاصم 30% وده كويس جدا اتكلمنا عن ويت ويلو الكريم الخاص بالتفتيح مظبوط يا دكتور حنان وده أعتقد أنه هيعجب ناس كتير قوي من أحسايدات شريحة كبيرة طبعا إحنا مشكلتنا رقم واحد عندنا هو سواء كان رجال أو نساء موضوع التفتيح أي حد بيعايز يفتح لون بشرته ويرجعها لونها الطبيعي اللي بعيد عن بقى التلوث ومشاكل التدخين ومشاكل عشاية الشمس والكلام ده كل وكمان العرائز بقى يعني إحنا داخلين بقى أصلا على موسم بيبعته كتير جدا بالضبط فإحنا بيجينا مكالمات كتير اللي هو طب أنا عروسة طب أنا أستخدمه إمتى أو المدة كافية قدقيه إن أنا عايزة مثلا عندي بقع وعندي تصبغات إزاي أقدر عالجها طوايت ويلو لوشن طبعا الحمد لله عمل نتيجة هيلة جدا جدا مع التصبغات أنا بنصح أي عروسة أو أي كمان شاب مقبل على الجواز أو كده لو عنده بعض التصبغات في الوجه مثلا من أشعة الشمس إن إحنا نستخدمه في مدة شهر هيخلصنا تماما عنا البقع والتصبغات بشكركوا على جودكم معي دكتورة حنان الحسيني مرسيليكي ودكتورة دينا نجيب مرسي يا دكتورة دينا هنروح للفاصل لسه عندنا فقرات تانية بعد الفاصل استنونا ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجهة لتبدو أصغر شكليا عشر سنوات ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم ماسي دورو جولد يحتوي على ستة وخمسين عنصر أهمهم الدهب الخام عيار تلاتة وعشرين والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أساد والسرامايد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير منتج إيطال الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنًا بعشر سنوات من المعروفة بماسي دورو جولد ستبدو مرخص من حكومات دبي إيطاليا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي دروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطري ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم جاوث ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا فنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب يارا بنت جميلة بتعاني زي بنات كتير من حب الشباب والهالات السودة تحت العين يارا اختارت المركز الطبي علشان كانت دايما بتحلم تكون ممثلة مشهورة اختيار صح يا يارا ليكي والكل أصحابك أنا عندي حبوب وهالات وروحت كذا مركز ما وصلتش لنتيجة بس صحابي دلوني على المركز الطبي وجيت إن أنا عالج بشروتي واشيل كل الحاجات اللي فيها أنا عملت ثلاث جلسات في المركز الطبي ووصلت النسيجة اللي أنا كنت عايزاها واضية تماما عنها بحب أشكر المركز الطبي وده كتفر لي فيه وكل أصحاب اللي أعلم دي عليك قصص نجاح المركز الطبي كتيرة بس أكيد اللي جاي أكتر وأفضل تابعونا وحالات نجاح جديدة اختارت التاريخ والعلم والخدمة الطبية المتميزة اختارت المركز الطبي يلا بينا نرجع شباب ورجعنا مرة تانية واحنا في فقرتنا دي هنتكلم عن جهازين مهمين جدا في عالم التجميل جهازين يعتبروا من أحدث الأجهزة في مجال التجميل دلوقتي واللي بينفرد بهم الحقيقة المركز الطبي وكل أجهزته طبعا تعتبر من أحدث الأجهزة الموجودة على مستوى العالم لكن لما نيجي نتكلم مثلا على حاجة زي جهاز الهايفو أو جهاز إزالة الشعر بالليزر هنقول أن المركز الطبي رقم واحد في مصر في الأجهزة دي وعنده أحدث الأجهزة الموجودة سواء لو كان جهاز الهايفو أو جهاز إزالة الشعر بالليزر هنتكلم عن الجهازين دول بالتحديد لأنهم يعني محققين نجاح كبير قوي وناس كتير بتسأل عنهم وعاوز تعرف معلومات أكتر عنهم مع ضفنا العزيز اللي معانا في فقرتنا دكتور هشيم شعبان استشاري جراحة الوجه والأنف بالمركز الطبي إزايك يا دكتور هشيم الحمد لله عامل إيه؟ الحمد لله خلينا نتكلم عن الجهازين اللي احنا قلنا نتكلم عنهم النهاردة الهايفو ده من أحدث الأجهزة الموجودة دلوقتي وفيه كتير قوي مبسوطين منه يا دكتور هشيم وجهاز إزالة الشعر بالليزر والحقيقة أنتو بتنفردوا بأن أنتو عندكو أحدث جهازين في السوق موجودين دلوقتي خلينا نعرف يعني إيه هايفو؟ هو باختصار هايفو هي كلمة اختصارها هاي انتنستي فوكسد ألترا ساوند اللي هو موجات فوق الصوتية عالية القوة مركزة بتشتغل إيه وظيفتها؟ إن هي بتحفز الجلد أنه هو يبتدي كون كولوجين وإلاستين جديد بدل الكولوجين وإلاستين القديم عشان يبتدي يحصل له ليفتنج يتشد ده شكل جهاز الهايفو اللي احنا بنستخدمه زي ما بقولك هو بيحفز الجلد عشان يكون الكولوجين وإلاستين عشان يبتدي يتشد ويرجع له وضو الطبيعي الثاني هو جهاز الهايفو هو ببساطة كده أنه هو بيعمل ليفتنج بيرفع الجلد المتراخل وبيخلي الفاين رينكلز اللي هي الفاين والميديم رينكلز التجاعد الخفيفة والمتوسطة تختفي عن طريق جهاز الهايفو ده يعني هم بيستخدم في شد التجاعد البسيطة والمتوسطة عند أي حد بقى سواء رجال أو سيدات بتبقى عبارة عن جلسات ولا هي جلسة واحدة هي جلسة واحدة بنعملها ده بيفور وأفتر ليها شوفين ده بيشتغل على الدقن كويس قوي أبروفد من منظمة الصحة والأغذية الأمريكية إنه هو بيشتغل على الدقن والدبل تشين تراهولات الرقبة بيشتغل علىها كويس قوي بيحصل شد للجلد طبعا النتيجة بتبقى جزء المريض بيشوفه وهو طالع من عندنا من بعد الجلسة على طول وجزء تاني في خلال ثلاث شهور لست شهور بيحصل فيه تحص أنتوا شايفين يا جماعة الفرق بين الصورتين أنا عاوز أقول لكم أنه الفرق ده من جلسة واحدة جلسة واحدة بجهاز الهايفو عملت الفرق ده يعني يا دكتور هو بصراحة هو الفرق كبير بس ممكن في ناس تقولك معقولة ده جلسة واحدة تعمل كده؟ جلسة واحدة تعمل كده وبيفضل العيان يتحسن في خلال ست شهور من ثلاث لست شهور بيحصل أن هي كاملة جزء بيشوفه هو بعد الجلسة على طول وبيفضل يتحسن لغاية ما يوصل لست شهور وأنا عاوز أقولك كمان أنه هو بيستمر معاه من سنتين لثلاث سنوات يه؟ ليه؟ الجلسة بتقعد كم ساعة؟ يعني يقعد جلسة بتخضوط من خمسة واربعين ديالساعة كاملة للجلسة يعني مش تلاثة أربع ساعات؟ لا 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 من خمسة واربعين ديالساعة بنعمل الشد للوجه والرقبة ده يعني دي جلسة مكسفة ويعني نجيب النتيجة دي ده حلو ده ده في ناس عندها خطين هنا ولا خطين هنا نضايقنهم ده ده تختفوا في ثانية بيجيب بفهم النتيجة كويسة قوي بس هو انت بتشوفي جزء من النتيجة وبعد الجلسة على طول والجزء بعد كده بيتحسن لغاية ست شهور طيب احنا معنا فيديو تقريبا لجهاز الهايفو طيب نشوفه يكمل بعد إذنك على الشاشة عشان نعرف الفكرة ازاي او التكنيك ازاي اهو هو بيبقى كده اه ده البروب بتاع الجهاز الهايفو وده طبقة الجلد احنا بنقول انه هو بيشتغل على عمق واحد ونص ميلي تلاتة ميلي أربعة ونص ميلي يعني ده الجهاز بنعمل أبيليكيشن بيدي نباضات بيفرغ طاقة في على بعد واحد ونص ميلي من سطح الجلد بنغير البروب ده تغيير البروب هوا تبقى اعمق شوية بيبتدي يدي اعمق شوية ده طبعا على حسب كل حالة نشوفه يبدأ يزود العمق بتاع النباضات اللي احنا شغالين بيها فيبتدي يدي بدل ما كان بيشد الجلد بس لأ بيشد الجلد والمنطقة اللي تحت الجلد والعضلات كمان يعني اللي تحت الجلد كمان فهو ده التقنية بتاعته ده طريقة شغله ده البروب وده مقطع من الجلد وده بيشتغل بقى على الطبعات الخارجية والمتوسطة والعميقة هل في بقى استعدادات معينة لموضوع جهاز الهايفو ده او سن معين بصي مفيش اي استعدادات لجهاز الهايفو ومفيش سن بس احنا عادة بنقول انه من سن 18 و20 سنة للي 50 و60 سنة مفيش اي مشكلة في الهايفو وفيه ناس بتعملهايفو من غير اي من غير اي سبب يعني ما يكونش مثلا فيه ترهولات شديدة ولا حاجة لا لمجرد النظارة هي مثلا بنت عندها 25 سنة عاوزة تشد البشرة بتاعتها عاوزة تحس ان البشرة افضل بنعمل جهاز الهايفو مالوش اي اعراض جانبية ومالوش اي مشاكل مالوش اي مشاكل خالص بنأكد على كده ولا ليه اعراض ولا الوش مثلا هيحصل له حاجة ولا اي حاجة ولا اي حاجة خالص بيجي بنحط كريم مخدر موضعي لمدة نص ساعة بعد كده بنشيل الكريم بنبتدن نشتغل بجل موضعي برضو بنعمل الجلسات بتقوم من عندنا بنستخدم كريمات ملطفة لمدة يومين لتلاتة يام بعدها وما فيش اي حاجة بينزل شغله من تاني يوم على طول او بتنزل شغلها من تاني يوم على طول انا عجبني الموضوع ده جدا واعتقد انه هيلاقي استحسن الناس كتير بصي بصي هو الهايفو بالزبط بيعمل شغل الخيوط بس بدون ابرة يعني فيه ناس الخيوط احنا بنشتغل معها بتدي نتاجها هيلة جدا طبعا الخيوط دي تلاها غنى عنها فيه ناس ما بتحبش وفيه فرق طيب بينه وبينها طب يعني طب ايه الفرق طب انا ايه اللي خليني يعني ايه اللي خليني يعمل خيوط وفيه مثلا هايفو هل فيه حالات بتستدعي يعني فيه ناس بتختارها للهايفو فيه ناس بتختارها لها خيوط طبعا فيه ناس بيبقى الموضوع بمعاوم كبير فيبيبقى الالاج الأمسة اليوم للخيوط لكن الموضوع اقل شوية بيبقى للهايفو طيب فيه ناس مثلا يعني مشكلة عندهم انهما بيحبوش شكل الابرة بيخافوا من شكل الابرة وهي بتخش الجلد معنا على فكرة برضو انا عاوز ااكد على حاجة ان تركيب الخيوط مفوش اي ألم ولا اي حاج خالص بس فيه ناس ما بتحبش موضوع الابرة ده فبيبقى الهايفو هو الحل الأمسة اليوم يعني وبنفكر تاني انه هو للتجاعد او الخطوط البسيطة او المتوسطة مش التراهلات بقى الجامدة دي دي خيوط دي شق خيوط وممكن والتراهلات الجامدة ممكن ما ينفعش موضوع الاخيوتيوب الحل الجراحي هو الامسة اليهم يعني بقيم الحالة بالضبط هو حسب تقييم الطبيب اللي الحالة بيكون ازاي تاني حاجة عاوزين اتكلم معناها قبل ما الفقرة تخلص وبردو جهاز هايل جدا وعن تجربة ناس كتير انا شخصيا اعرفهم هو جهاز الهيريموفل او ازالة الشعر بالليزر انتو عندكو جهاز خطير يا دكتور جدا يعني نتاجه فعلا مبهرة وبعدين فيه ميزة انه بيفتح المكان اللي بيتشال منه الشعر ده حيي بصي يومناها هو نجاح اي جهاز بيبقى على كذا عامل العامل اول هو الافيكسي بتاعته هو درجة التأثير بتاعته على الحاجة اللي احنا عاوزنا تاني حاجة ايه الاعراض الجانبية بتاعته كل ما قالت الاعراض الجانبية ده بصي ده صورة حقيقية من الجهاز اللي عندنا في المركز اه هو ده الجهاز اه الهايفو ده الليزر يا جماعة ده جهاز سوري الليزر ومعاها وحدة التبريد بتاعته اه وحدة التبريد دي حاجة اساسية في الجهاز دي اللي مخليها الجهاز فعلا بيدي نجاح كويس قوي ليه لان انا زي ما بقولك الجهاز مؤسر ما فيه اجهزة كتير مؤسرة بس فيه اجهزة مؤسرة وفي نفس والمشكلة بقى ان يبتلها اعراض جانبية لا وسريع اه بالضبط سريع من اول جلسة الواحد يشوف نتيجة نتيجة بس مش معنى كده انه يوقف لا طبعا او يبتل هبنعمل الموضوع ده في جلسات اه وكل ما بنشوف ان هو محتاج جلسات اكتر بياخد جلسات اكتر عشان يدي نتيجة المطلوبة ماهونا موك نعمل جلسة وبعد كده اه يخيف شوية الشعر بس يرجع مرة تانية لا هنا بنعمله على جلسات بيدي نتائج هيلة جدا هو اقل جهاز موجود في السوق في الاراضي الجانبية بتاعته معظم المشاكل بتاعت اجهزة الليزر الحروق يعني فيه ناس يقولك انا رحت اعمل ازالة شهر وحصل لي حرق ده ما فهوش كلام ده لا ده ما فهوش كلام ده لان معايا من احسن وحدة تبريد موجودة في الاجهزة اللي موجودة في السوق ده بالعكس ده بيفتح بالضبط تاني حاجة بقى انا عاوز اقولك ان الجهاز ده بيفتح فعلا الاماكن اللي فيها انا شوفت بعيني نتائج اه عشان كده انا بتكلم انا شوفت بعيني نتائج الجهاز بتاعك وبتاع ازالة الشعر بيفتح الاماكن اللي بيشتغل عليها فعلا ده حقيقي بدون اي تأشير وبدون اي حاجة يعني هو بيدي دابل اكشن بيشيل الشعر فعلا وبيفتح الاماكن اللي بيشتغل عليها والموضوع بيبقى جلسات بقى عشان نعرفهم يعني اشرح لهم موضوع ازالة الشعر بالليزر ده بيتعمل ازاي وهل في استعدادات معينة هل في محاذير معينة بعدها طبعا دي صور دي صور طريقة شغل الجهاز طبعا هو اي حاجة بيبقى لها استعدادات ان احنا المفروض بنبقى شايلين الشعر بشفرة مش بسويت ولا كريمات بنستخدم بعد الجلسات زالة الشعر مفروض ان انا ما بشلش الشعر دي تاني مرة تانية فيه ناس ممكن تشيلها بمولقاط او اجهزة تانية اللي هي بتشيل الشعر ده ما ينفعش لان ده طبعا بيقلل تأثير الجهاز احنا الجهاز بيشتغل على مادة المادة الصبغة اللي موجودة في بصيلة الشعر بيموتها عن طريق الطاقة اللي بيفراغها فيها فانا لو شلت الشعر بعد ما ضربتها بالليزر فانا بسمح انها يتكون شعر تانية مكانها فطبعا ده ممنوع خالص يعني خلينا اقولها لهم ببساطة اي حد عاوز يعمل او مقبل او هيقبل على جلسات زالة الشعر بالليزر اول حاجة يعملها انه الشعر قبل ما يروح ما يتشالش بالطرق التقليدية اللي انتوا عارفينها يتشال عن طريق الشفرات او الشفرات بحيث انه الجدر يفضل موجود لانه جهاز الليزر بيستهدف الجدر بتاع الشعرية فاذا لو شلناها بالطرق التقليدية طبعا هنشيل الجدر فمش هتجيب نتيجة تاني حاجة لما تعملوا لو بدأتوا في الجلسات ممنوع استخدام الطرق التقليدية برضو خلاص يعني ما نستخدمهاش خالص برضو الازالة عن طريق الشفرات او الشبك هو مش هتحتاج انه تستخدم شفرات لانه هو بيقع بعد شوية لو بين الشهر يعني لو تلعت كام شعرية بين الجلسة والتانية ما تتشالش يعني اهم حاجة تحتفظه بالجدر عشان في الجلسة اللي بعدها الليزر هيشوف بيشوف الجدور ده مهم جدا الليزر بيشتغل على الصبغة الموجودة في بصيلة الشعر نفسها وعشان كده دايما نقول انه هو بيشتغل على الشعر الغامق الأصمر والجري بدرجة أقل شوية الشعر الأصفر بيبقى بدرجة أقل خالص الشعر الأبيض للأسف الليزر ما بيشتغلش عريه فاحنا بنشتغل دايما على البصيلة بتاعت الشعر فعشان كده ما نشلش البصيلات الشعر بالطرق التقليدية اللي احنا عارفين طب وكويس جدا لانه انت انا عارف انه الليزر صديق الشعرية الصمرة بالضبط التخينة فمعظم الشعب المصري عندهم الطبيعة دي انه الشعر أصمر وتخين فده معنى كده انه هيجيب نتيجة هيلة جدا مع الليزر ومش مهم كسفته على فكرة مهما كانت كسفته مهما كنت مشعرة مثلا او شعرك أصمر او 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 بتتشال احسن من اللي شعرها كمان فتح ومش مشعرة بكتير وعلى فكرة احنا الجهاز اللي عندنا في المركز بيشتغل على طايبس كتير قوي من الجلد يعني فيه اجهزة بتشغل على بعض الانواع الجلد الفتحة بس او الخامبرية لا احنا عندنا الجهاز عندنا بيشتغل على درجات كبيرة من الانواع البشرة بي ميزة كويسة او في الجهاز اللي عندنا يعني بشرة فتحة بشرة غمق مفيش مشكلة فيه خالص يجبنا بس نتيجة بيجيبنا نتيج كويسة جدا مع معظم انواع الاسكين تايبس طيب فيه ناس بيبقى عندنا مثلا في ظهرها شعر كتير او في اماكن مش متعرف عليها برضو بيتعمل المساحات الكبيرة بيشتغل على كل الشعر احنا عندنا باكش كاملة للموضوع ده فيه بالمنطقة وفيه بنشتغل باكش فول بودي هير ريموفل طيب دي بتبقى جلسات يا دكتور هشام علشان الناس تبقى فاهمة مش جلسة فيه ناس بيجرها جلسة مش جلسة مش زي الهايفو الهايفو دي جلسة لكن الليزر لا موضوع جلسات شوية جلسات وبعد كل مدة ما نبعد الجلسة عن الجلسة يعني بنبعد الجلسات عن بعض كل ما بنام الجلسات اكتر كل ما بيبقى المسافة المدة بين الجلسة والجلسة بعيدة شوية لغاية ان احنا ممكن نوصل بعد كده سنة ويمكن اكتر من سنة عشان نعم الجلسة بشكرك دكتور هشام على وجودك معنا النهاردة ديفي العزيز دكتور هشام شعبان هنروح لفاصل بعد الفاصل بشريتك مع ماسي مي حاولت كتير تتخلص من مشاكل البشرة بس كان الفشل عنوان كل محاولة سمعة المركز الطبي وتاريخه كان هو الحل لكل مشاكلها وفعلا اخدت الخطوة الاهم في حياتها وحقيقي المركز الطبي كان حل لكل مشاكلها زي ما هنشوف دلوقتي جربت حاجات كتير من نفسي وزورت دكتور كتير بصراحة فالنتيجة ما كانتش تمام فأصدقاء كتير قالوا لي زوري المركز الطبي وان شاء الله هتلاقيك عملت اكتر من جلسة بصراحة والنتيجة كانت زي ما انتم شايفين انا مش مصدقة بصراحة يعني التجايد رواحك وراضية جدا عن نفسي وبشكلي انا حاسة ان انا مستريح نفسيا وبشكر جدا المركز الطبي وجزاهم اللقب بصراحة بزروا مجموعة كبير بس النتيجة ممتازة جدا قصص نجاح المركز الطبي كتيرة بس اكيد اللي جاي اكتر وافضل تابعونا وحالات نجاح جديدة اختارت التاريخ والعلم والخدمة الطبية المتميزة اختارت المركز الطبي يلا بينا نرجع شباب ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو اصغر شكليا عشر سنوات ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر اهمهم الدهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك اساد والسيرامايد المعروفة بقدرتها على اعادة شباب البشرة ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع انواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير منتج إيطالي الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنة بعشر سنوات من الأولى من مناسب لجميع دورو جولد ستظهر مرخص من حكومات دبي الإمارات ستظهر مرخص من حكومات ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطري ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم غاوف ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلاديلفيا بنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب وأخيرا بشرتك مع ماسي اللي سيدات كتير جدا في مصر والعالم العربي وبنات وأعمار مختلفة خالص يعني من 18 لـ 50-60-70 بيستنوها وبيبقوا عاوزين يعرفوا معلومات أكتر طبعا فيه شريحة كبيرة جدا عارفت ماسي وتعاملت معاه وجربته وفيه ناس تانية لسه ما تعرفش أو عاوزة تعرف معلومات أكتر عنه إيه الكريم ده إيه الكريم اللي بيرجع شكل البشرة 10 سنين وراء إيه الكريم اللي بيعالج المشاكل بتاعة البشرة دي كلها يعني هل في حاجة كده ده سحر ولا حقيقة هو طبعا حقيقة عن شهادة ناس كتير وتجربة ناس كتير جدا فأحنا النهاردة هنتكلم في فقرتنا دي عن ماسي دورو جولد مع ضفتنا العزيزة دكتورة دينة أبو الصعود المدير الطبي لشركات ماسي فر أهلا بك أيومي عملا إيه الحمد لله يا حبت يعني أعتقد أن كل الناس بقى ندخل فيها ومعظم السيدات والبنات والرجال بقوا عارفين بس طبعا فيه ناس كتير قوي لسه ما تعرفش فيه ناس كتير ممكن تكون بتتفرج علينا لأول مرة طبعا أكيد فحاوزين نقول لهم إيه موضوع ماسي دورو جولد إيه سر ماسي دورو جولد إيه الانتشار الرهيب اللي انتوا عاملينه ده إيه النجاحات الكبيرة دي يعني أقولك إيه نص ستات مصر والوطن العربي جربوا أنا أعتقد أكتر كمان أعتقد أنا كمان طول ما أنا ماشي في أي مكان بتكعبل في ناس استعملت ماسي وجربته وبتسأل عليه فيعني الموضوع تشهر بشكل كبير جدا ماسي دورو جولد فعلا تشهر بشكل كبير حق نجاح كبير جدا في وقت قصير جدا يومنا احنا في المواطن بقالنا سنتين ونص فعلا لقى شهرة أكتر من منتجات بقالها سنين طويلة ليه ماسي نجح النجاح ده ليه ماسي تشهر الشهرة دي كلها لأن ماسي دورو جولد يومنا الوحيد اللي هتلاقي فيه 56 مكون ماسي دورو جولد الوحيد اللي بنعتبره كرس كامل لعلاق كل عيوب البشرة من علامات التقدم في السن ماسي دورو جولد تصنع في ست سنين أبحاث عشان يقدر يلائم كل أنواع البشرة يقدر يلائم كل ألوان البشرة ماسي دورو جولد الوحيد وأنه من أقوى منتجات التجميل في العالم لعلاج التجعيد اللي بتقرقنا كتير جدا لعلاج الهالات السودة لعلاج تصبغات الجلد أصار حب الشباب لعلاج أي بقع نتجة عن الشمس عن أصار حب الشباب أو عن حب الشباب أو حتى عن كوزماتيكس أي أحياناً بيبقى فيه كوزماتيكس بتعمل حساسية في البشرة بتبع حمراء وبعدين بتقلب الحمر ده الغامع ماسي دورو جولد بيعمل يونيفاي سكين كولر يعني بيقدر يوحد لون البشرة ويفتحها بشكل كلي يعني بشكل كده ماسي دورو جولد الكريم يقدر يشد الجلد يبقى ماسي دورو جولد عشان كده نجح النجاح ده لأنه فعلاً الكريم الوحيد اللي يقدر يعالج كل علامات التقدم في السن ومش بس الستات للرجالة كمان يعني ماسي دورو جولد ملائم لسيدات ورجال بنات الصغيرة في السن اللي تستخدم ماسي دورو جولد عشان تدي نظارة حلوة قوي يمكن بنات صغيرة لسه ما عندهاش تجعيد لسه ما عندهاش هالات سوداء لكن وشاها مطفي وانس إن وشاها مطفي كارزمتها بتقل جداً فإحنا عايزين حتى البنات الصغيرة يبقى عندهم طالة حلوة وكارزمت حلوة بماسي دورو جولد هي الكارزمت دي هي الفكرة في الكارزمت دي يعني أنت ممكن تلاقي واحدة حلوة زي الأمر وما عندهاش كارزمت صحة بيخة ما عندهاش كارزمت وممكن تلاقي واحدة تانية لطيفة ويعني مش بجمالة تانية بس وشاها كله كارزمت وجاذبية ونور وإشراقة فهو ده اللي احنا بنقوله الكارزم أهم بكتير من أنه يبقى شكلك حلو نيبقى عندك كارزم ويا سلام بقى لو شكلك حلو وعندك كارزم دي قصة تانية خالد دي موضوع آخر بس ماسي بيعمل الكارزمت دي بيعملها ازاي؟ أنه هو بينور الوش بيحلي يعني أنا الكلمة اللي سمعتها كتير من الناس كتير أنا شكل حلو لا وحنا على طول يومنا بنقول ده ماسي إن ماسي دورو جولد شعاره الأساسي إنه يقدر يخلينا نبدو أصغر سنيا أو شكليا عشر سنوات عندي عملة بيستخدمه ماسي دورو جولد من الستات بيقولوا لي يا دكتورة دين أنت بتقول لي إحنا هنصغر عشر سنين أنا حاسن صغران عشرين سنة فهو عشان كده بيحلي يعني إيه ماسي دورو جولد يقدر يصغر في السن اللي باشر شكليا عشر سنين يعني لو أنت مثلا متصورة صورة زمان هتلاقي صورتك فيها بريق مثلا وشك مجدود ما فيهوش تجعيد حتى وانت بتتحكي كل ده مفروض وحتى وانت بتعملي كده ما عندكيش المية وحداشر بعد فترة لما بتيجي تصوري بتلاقي بقى مشاكل بقع مشاكل هالات السوداء كل الحاجات دي وبعدين بتقوضي بقى تحاولي تعملي فلاتر بالموبايل عشان تداري المشاكل دي مش مشكلة الصورة المشكلة أنت لما بتنزلي وتقابلي المجتمع يبقى شكلك عامل ازاي صح على طول بقول الست مهمة قوي وهي نزلة راح اشغلها يبقى شكلها كويس راح تعمل انتروفيو في الشغل على فكرة المظهر من أهم حاجات اللي تقدر تتقابل في شغلها نزلة مع خطيبك لازم تبقي شكلك حلو جدا وعلى فكرة رجالك كتير قوي ما بتحبش الميكاب الأوفر يعني يعني وفي ناس ما بتحبش الميكاب بخلص أنا قبل كده خطيب قال لي ايه اللي انت عاملاه في لفسك ده مرة قلت حط ميكاب قالي شكلك ما غير ميكاب احلب كتير ففيه فعلا رجال كتير يا يومنا ما بيحبوش الميكاب الأوفر فتعمل ايه بقى تقولك أنا بحط الميكاب عشان قداري عيوب فهو خطيبها مش عجب مش عاجبه الميكاب فهي ميسيد رجولت فعلا بيدي نتيجة حلوة قوي على طول بقول احنا دخلين في موسم أفراح فمحتاجين ان احنا نستخدم ميسيد رجولت عشان اديها تطلل حلوة حتى وهي قاعدة في البيت اكيد انا قاعدة في البيت مش حط يعني معاها نستخدم عن الميكاب خالص بنسبة كبيرة جدا يعني تبقى شوية مسكرة كفاية وشوية روج كده بس بس كفاية قوي بس عايزة اقول حاجة عشان كتير عملة بيكلمونا دلوقتي بيسألوا على العرض العرض للأسف انتهى احنا قاعدنا فترة طويلة جدا كنا قاعدين كل المفون هنقعد وسبوعين مادناها لأكتر من شهر والحمد لللي عندي عملة كتير استفادوا بالعرض بشكل ممتاز بس هو العرض انتهى عشان كنت لازم اقول لسان المشاهدين اللي بتفرجوا عليه يعني ده خبر هايزة عن ناس كتير ماسي اتعرف بانه كريم الدهب وان الدهب مكون اساسي من مكوناته واي حد بيحطه يشوف كمان الدهب طبعا الدهب طبعا حاجة فخمة جدا انها تبقى في كريم علشان كده هو فخم يعني هو انا بعتبره كريم من افخم الكريمات اللي اتعملت على مستوى العالم كلها صح فقولنا بقى ايه المكونات الاساسية في غير الدهب غير الدهب عندك الكافيار الكافيار مهم جدا يا يومنا الكافيار في خير البحر كله في معادن احماض امنية مضادة اكسادة طب الكافيار هيامل ايه في برشتنا احنا مناكله فاولا بيبقى طعبه حلو قوي سنايا طبعا بيغز جدا الكافيار على البشرة اهم لان كل الاحمااض الامنية والبروتينز بتحطيها دائرة على برشتك يعني كثير قولي خلاص احنا هناكو الكافيار ويبقى برشتنا حلوة كله بقى 20 كيلو كافيار تعفت جرام بكام دلوقتي طبعا يعني لو عاتي في اي مطعم بالمعلقة الكافيار دلوقتي ماسيدروجولد تجعيد ويتنينج افاكت بيعمل ويتنينج افاكت عالي جدا يعني يقدر يعالج هلات سودا يقدر يعالج اصار حب الشباب يقدر يغنيكي فعلا تماما على الميكب كمان بيحتوي على الانتي اوكسيدنت يعني بيعالج وبعد ما بيعالج بيعمل وقاية من ظهور المشاكل الزيتان فدي اهمية الكافيار عندك الفيلر ماسيدروجولد بيحتوي على فيلر فيلر بدرجة عالية جدا الفيلر ايه اهميته غير انه بيعالج التجعيد بيعمل رتوبة عالية قوية يمنا يعني اللي عايزين يعملوا فيلر ممكن يستغنوا عن الفيلر والبوتوكس في حالة التجعيد السطحية بيغني تماما عن الفيلر والبوتوكس على طول بقول في التجعيد العميقة بنصح باستخدام ماسيدروجولد مع الفيلر والبوتوكس يمكن فيه سيدات كتير عندها تجعيد عميقة وبتقول لي دكتورة دينا انا مش عايز الجأ مثلا لحق ان انا كل ستة شهور لازم ارجع احنا بقولها تستخدم عبوتين من ماسي لان التجعيد العميقة بتحتاج فترة اطول لان كتير يقول لي طب انا دلوقتي جبت ماسي هحطه النهاردة الصبح هلاقي وشي مشدود ومفيش تجعيد النتائج دايما بيسأله عن النتائج بتبين بعد قد ايه ماسي انتي اول شهر بتشوفي نتيجة اول شهر بتشوفي تحصل الشهر الثاني بتشوفي تحصل اكتر الشهر الثالث بتشوفي تحصل اكتر اكتر بالنسبة للتسبوغات والتجعيد بعد ما بتخلصي الكورس بتلاقي وشك تعالج تماما ماسي درجال ده بيكفي قد ايه بيكفي ست شهور لكن نتيجة النضارة والنعومة واحيانا شد البشرة من اول الاستخدام طيب هي ست شهور هي كبيرة مش صغيرة يعني هتكفي الست شهور طبعا طيب هل في طريقة معينة لاستخدام ماسي يا دكتورة دينا بما انه منتج فخم هل في طريقة معينة هو سهل انا على طوبة بقول ماسي درجال السهل الممتنع ماسي كريم بيتحط يوميا صباحا ومساءا عايزين نحطه مرة واحدة بس بنفضل مساءا ليه مساءا ليه عشان انت بتبيراجع من بره وبتناني وبشرت بمرتاح هتقدر تستفاد من ماسي درجال بكمية عالية جدا زي ما احنا شايفين الموديل على الشاشة دلوقتي هي هنا غسلة وشاف انت بتتغطي 3-4 ضغطات على كافي ايدك بتوزيع على وش كله ما ننساش تحت العين وما ننساش الرقبة هل ماسي درجال مناسب لتحت العين مناسب جدا لانه بيعالج التجعيد والفاين لاينز اللي تحت العين وكمان بيعالج الهالات السودة فما ننساش تحت العين كتير بيسالوني كمان عن المسامات الوسعة ماسي درجال بيحسن المسامات الوسعة لانه فيه estrogen effect كمان بيسالوني عن تهدلات لتحت العين ماسي درجال بيقدر يحسن تهدلات لتحت العين لانه كمان بيشد الجلد وبيمتص بسرعة يعني للبشرة الدهنية يكون لطيف جدا هاي للبشرة كمان siitä درجال عارفين انه بعد 5 دقيقة انت مش حطه كريم وشك في رضارة بس مش حاسة ان وشك مزيت نتيجة ان ماسيد روجولد متصنع بطريقة النانو تكنولوجي يعني كل الجزائيات صغيرة جدا تقدر تختارك الاسكن بالي البارير وتقدر تختارك طبقات الجلب كمان ماسيد روجولد اكوا بيز مش اويل بيز يعني يقدر يمتص كويس جدا ماسيد روجولد مش بس مناسب للبشرة الدهنية كمان للبشرة الجفة والبشرة المختلطة أيضا طيب نروح لتقرير يلا تفضلوا ماسيد روجولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكليا عشر سنوات ماسيد روجولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الدهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أساد والسيرامايد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة ماسيد روجولد مناسب للرجال والنساء ماسيد روجولد مناسب لجميع أنواع البشرة ماسيد روجولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسيد روجولد مرخص من حكومات دبي الإمارات ماسيد روجولد خالي تماما من مشتقات الخنزير منتج إيطال الصنع ماسيد روجولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنة بعشر سنوات من المعروفة الأولى من ماسيد روجولد ستبدو روجولد مرخص من وزارة وفرم ماسيد روجولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطلي ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم غايف ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلاديلفيا بنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب شفنا في التقرير إن لوكي فروع كتير مش بس موجودين في مصر وليكوا كمان أرقام كتير هتقولي الفروع فين وتواصل معكم بيكون إزاي الشركة رأسية بتاعتنا الشركة الأم متواجدة في إيطاليا شركة ماسي فارم إيطالي عندنا شركتنا في مصر ماسي فارم إيجاب مقرها قاهرة مصر عندنا شركتين في دبي ماسي فارم غالف مقرها جبل علي دبي الإمارات عندنا شركتنا الثانية في دبي ماسي فارم غالف المستحضرات التجميل مقرها دبي الإمارات أريب هنفتح في أمريكا ماسي فارم أمريكا مقرها ولاية فلاديلفيا ولاية المتحدة الأمريكية نقدر نتواصل فقط من خلال الأرقام اللي ظهر على الشاشة بلس سوشال ميديا صفحاتنا على الفيسبوك ماسي دورو جولد مش موجود في الماركت خالص لأن كتيب وليم بننزل ندور عليه ماسي دورو جولد حصري لشركة ماسي فارم ثلاثة يعني كل مكان أصلا من دول صعب جدا أنه أي حد ياخد ترخيصهم لأنه فيه دقة شديدة جدا فأنتو أغدين ثلاث حاجات أول حاجة على طول مبديد بيها وزارة الصحة المصرية يعني ماسي دورو جولد مرخص ومزارة الصحة المصرية وعلى كل علبة من علم ماسي دورو جولد وورا العلبة رقم الترخيص وترخيص ظهر على الشاشة دلوقتي كمان تاني حاجة ماسي دورو جولد متصنع في إيطاليا يبقى مترخص من دول الاتحاد الأوروبي كمان ثلاث حاجة مترخص من الإمارات حكومة دبي وشركة ناسي فارم الوحيدة اللي بتعرض ترخيصها على الشاشة يومية وده حاجة كويسة جدا ويمكن في ناس كتير قوي دكتورة دينا بتقول طب النتيجة النتيجة هتبان بعد ماشي بعد مدة وبشرتي هتتحسن بشكل كبير هل أنا مضطرة بقى يعني بعد ما خلص الكورس إيه اللي هيحصل لبشرتي يعني هجيب تاني ولا هبقى خلصت علجت ولا ايه فكرته زي البوتوكس والفيلر كم شهر وبتروح ولا ايه بالزبط بعد ما بتخلصي العلبة يومنا انت عليك تحفظي يعني عالطول بقول دي مسئولية كل حد بيستخدم ماشي دروغولد ان كل ما بتحفظي كل ما النتيجة بتطول معاك ماشي دروغولد مش زي الفيلر والبوتوكس في حاجة ان الفيلر والبوتوكس انت بتشبعي بشرتك بالفيلر مرة واحدة تحت الجلد لكن ماشي دروغولد انت المية وعشين ميلي فيهم فيلر فانت بتشبعي بشرتك يوميا لمدة ست شهور بالفيلر فانت بعد ما بتخلصي الكورس بشرتك بتبقى خلاص وصلت لتشبع تام بمكونات ماشي دروغولد فبتعد فترة طويلة وش كويس جدا ورقبتك لكن كل ما بتحفظي ان كنتي تنزلي الشارع مثلا فيه شمس قوية جدا تحطي واقي الشمس دي حاجة مهمة ما ننساش نشرب مية الجنك فود برضو سعب بأصل فانت كل ما بتطويلي المواده بتاع تحفظي كل ما نتيجة ميسي دروغول بتبقى أحسن وأقوى معك لكن عايز اقولك ان عملة كتير مش بيستنوا وحيات ربنا يعني فعلا عندي عملة كتير قبل ما العلبة بتخلص اللي هو تقولي لا يا دكتورة دينا بعتولي النهاردة عشان فاضل ان احط النهاردة بالليل بس فلازم العلبة الجديدة تبقى معي عشان مش دونت سكيب يوم يعني يعني كتير قولي طب يا دكتورة دينا انا حطه مرة في الأسبوع عايزاي يفضل فترة طويلة معي لا ينفع ما ينفعش يعني على تقول اقول ما ينفعش ده كورس يتحط كل يوم لكن لو ننسينا يوم مش قضية لكن مش مش ناخد على جدا وبعدين الحلوة في ماسي ان كنتي بتحطيها مرة يا مرتين مش زي ان كنتي مثلا بتبقى عنا في التسريح عندي خمسين حاجة تحطي بزبط انا في دي مع كل ستات ان لازم تنسى لكن ماسي ستة وخمسين مكون الخمسين ألف حاجة اللي موجودين في التسريح اختصرناها في علبة واحدة فدي حاجة سهلة فمش معنا ان احنا عملنا لك حاجة سهلة جدا انها كمان تتنسي فلازم يتحطي يوميا لمدة ستة شهور نسينا مرة ما فيش مشكلة نعيد تاني تاني بس هو المقصود ان النعبوها واحدة بتكفي لجميع المشاكل يعني هي متصنعة لان هي تعالج في خلال ستة شهور دول المشاكل البشرة مثلا الحبوب اللي فيها دمامل لا البوهاء لا لكن العلامات التقدم في السن وان احنا نصغر طبعا يقدر يعليك بشكرك على وجودك معي دكتورة دينا شكرا لضبتي العزيزة دكتورة دينا أبو السعود حلقتنا خلصت تقدروا تتواصلوا معي أو تبعتولي أي أسئلة على صفحات الشخصية اللي هتظهر لحضراتكم على الشاشة دلوقتي اي حد عنده سؤال أو استفسار يبعتهولي على الصفحة دي بنقابلكو يوميا تلقى عصرا والإعادة بتكون تمانية صباحا والحلقات كلها موجودة على اليوتيوب أشوفكو بكرا إن شاء الله وانتوا في أحسن صحة وفي أحسن حال كنت معاكم يومنا طولان سلام عليكم ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكليا عشر سنوات ماسي دورو جولد يحتوي على ستة وخمسين عنصر أهمهم الدهب الخام عيار تلاتة وعشرين والكافيار والكولاجان والهايلورانيك أساد والسرامايد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير منتج إيطال الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنة بعشر سنوات من المنطقة السنع من المنطقة السنع ستبدو أصغراتك ومسكرا ومسكرا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي دورو جولد اللي بتشمل ماسي فارم إطري ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إنجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم غالف ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا فنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب موسيقى موسيقى موسيقى